السلام عليكم تلميذ الأعزاء إن شاء الله كام تكونوا بخير اليوم سوف ندرس تعاقب جديد يسمى بتعاقب متزامن أو تعاقب الواو إذن تلميذ الأعزاء قبل ما ندرسوا هذا التعاقب سنعطيكم بنية داخلية له كما تلاحظون هذه بنية داخلية لأشعولها 2 تحتوي على تعاقب الواو أستاذ كيف أعرف تعاقب الواو أولا تعاقب الواو يحتوي أكثر من فرع كما تلاحظوا هذا فرع الأول اللي فيه مراحل متسلسلة وهذا فرع الثاني فيه مراحل متسلسلة إذن تعاقب الواو يشبه تعاقب الأو من وشي والاختلاف الموجود ما بينهم الاختلاف يكون في الخطور كما كنتلاحظوا في تعاقب الأوو رقينا خط واحد أما تعاقب الواو شح نلقى خطين وكما كنتلاحظوا كلمة وو كده فيها حرف وو فيها حرفين على هذه تعاقب الواو لازم يكون خطين متوزن كما كلمة أو فيها وو واحدة على هذه تعاقب الأو يكون فيها خطة واحد وكما كنتلاحظوا أنه مايه حاجة مميزة في عقب الاو أنه كل فرع يجب أن يبدأ بمرحلة وينتهى بمرحلة الإنتظار التعاقب الاو أن نرجو أن كل فرع يبدأ باستقبلية ويجب أن يو BONID وبはは lose اما تعاقب الاو اخذ كما تلاحظوا هو مميزة كل فرع وينتهى بمرحلة تسمى مرحلة الإنتظار كما هنا في الفرع الثانية بدأ مرحلة 24 يجب أن ينتهي بمرحلة الإنتظار 5 ونحن ترى الأفعال تعفر على الثاني لازم تنتهي مرحلة انتظاء وكيانا حاجة اخرى مميزة وشك تلاحظوا فيها انه انه هذه الافرع يحققهم نفس الشرط كما كنتلاحظوا نفس الشرط 21 و23 عندهم شرط مشترك وكذلك مرحل انتظاء 23 و25 يحققهم نفس الشرط اللي يساوي واحد اذا تلميذي الاعزاء السؤال مطروح رح تقول لي الاستاذ كيف نعرف باللي اعطالي تعاقب الواو ولا تعاقب المتزامن انتلاقا من دفتر الشرور طريقة بسيطة جدا اذا وش رح يكتب لك رح يقول لك باللي هاته الاشغولة اثنين مثلا تحتوي على عمليتان والله يقول لك فرعاني يشتغلان في آن واحد والله يقول لك هذو الفرعاني والله عاملتان متزامنتين ومن بعدها كل عملية يعطي لك المراحل المتسلسلة انتح مثلا اتنا قد عندي عملية عندي زوج عملية قادر يكث عملية عادة اذا اتنا قد حييمدلي عملية مدلي عملية لولا وعملية اثنين والله يكتب لي فرع الاول والفرع الثاني الفرع الاول شي يكتب لك هكتب لك دفتر الشرور وش يقول لك الفعل الاول يحدث كذا الفعل الاول ثم فعل الثاني بعدها تنتهي العملية كما هناك ده عندي عندي مرحلتين مرحلة الاولى فيها فعل ومرحلة الثانية فيها فعل ومن بعدها كنكملوا للفرع الاول ننتهيهم مرحلة الانتظار وبنفس الطريقة زيدي يكتب لك العملية رقم اثنين والله فرع اثنين إذا أعطي لك للمراحل متسلسلة، كما هنا في هذه البنية التي أعطيتها لكم فإنها الفعل الثالث وعندها نهاية الفعل الثالث تنتهي الأمر لا ينتهي الفارع إذا على حساب المراحل المتسلسلة تقدر تعرف كل تعاقق فيه مرحلة التلميذ العزيز والعملية والفارع هي مجموعة من مراحل متسلسلة كما هنا هذا الفرع فيه في 21 و 22 و 23 مراحل متسلسلة كما الفرع الثاني فيه فيه 24 و 25 مراحل متسلسلة ونقدر نقوله تعاقب الواو وهو عبارة عن أكثر من تعاقب وحيد خطي يشتغلون في آن واحد كما هنا هذا 21 و 22 و 23 تعاقب خطي و 24 و 25 تعاقب خطي ويمشوا مع بعض إذن تلاميذ الأعزاء هذا هو بنسبة تعاقب الواو بعد تلاميذ الأعزاء روحوا الأخطاء الشعية التي يقترفها التلاميذ ونصحوا هذه الأخطاء ومن بعدها نعطيكم زوج أمثلة ورح تلقوا باللي تعاقب وهو بسبوسة 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 هاي تلاميذ الأعزاء روحوا الأخطاء إذن وش هي الأخطاء الشائعة؟ أول خطأ أول خطأ التلميذ مجرد أنه يقرأ دفتر شوروت ويشوف كلمة في آن واحد مجرد يشوف كلمة في آن واحد يروح يكتب لك بنية متزاومة وهذا أكبر خطأ لازمنا نفرقه ما بين أفعال في آن واحد ولازمنا نفرقه ما بين عمليتين في آن واحد ولا فرعاني في آن واحد ولا تعاقباني في آن واحد إذن تلميذ العزيز بمجرد أنك تقرأ دفتر شوروت يا دورو محرك آن واحد وآن ثنين في آن واحد متأكد حتى ترسمه بهذا الشكل حتى ترسمني تعاقب وهو وش تقولي محرك آن واحد وآن ثنين ترسمني تعاقب وهو منها تكتب لي كآن واحد ومنها تكتب لي كآن ثنين ودلي تعاقب وهو هذا خطأ هذا يسمى خطأ لازمنا نفرق ما بين أفعال في آن واحد وعمليتان في آن واحد إذن مجرد أنه تلقى دفتر شعور يقول لك يا دور محرك آم واحد وآم ثنين في آن واحد معنى تفعلين في آن واحد والله يقول لك مثلا دخلوا الساقة رفعاء ودوروا المحرك آم واحد في آن واحد معنى تفعلين في آن واحد إذن إجابة صحيحك راح تكون بهذا الشكل إذن في المرحلة 11 هنا وش تكتب؟ تكتب كآم واحد وكآم ثنين يمشوا مع بعض وش معنى تكتب؟ عاقب واو كيخل لك هذه الشغلة تحتوي على فرعين في آن واحد وكل فرع يعطى أفعال متسلسلة فرع الثاني أفعال متسلسلة فرع الأولا أفعال متسلسلة إذن هذا هو التصحيح وتيادة الأعزاء لا تسرعون في آن واحد قادر تكون في آن واحد نجد فرق ما بين فعلا في آن واحد وعمليتان في آن واحد ويم suggث الخطأ الثاني في تعاقب واو بعد استعمال التعاقب والواو بسبب بالتعاقب واو و كم تلاحظوا مرحلة 22 وف watee afterwards يبعد على بعضهم إذن هذا ما نسميه ساميه تباعد Tibao و معنة المرحل يبعد على بعضهم إذن كما تلاحظون المرحلة في الفرع الأول죠 بدأت به الاستقباليهة و الفرع الثاني بدأت به الاستقباليه وهذا خطأ علمي إذا ف هذه الحالة أهني question نقول في التعاقب لواو لازم كل فرع يبدأ بمرحلةها كما هنا يبدأ بمرحلة 02 وفرع الثاني التي هي أكمل 22 و van mattee كاش استقبلية و22 و25 لازم تحققوا نفس الاستقبالية وهي هي Cb هذي Cb تكون مشتركة تعاقب WoW لازم تكون استقبالية مشتركة اذا هذا هو التصحيح كان خطأ الثالث في بنية المتزاونة في تقارب الواو كما كنت لاحظوا المراحل تتقارب الى بعضها البعض وشتنا نلاحظوا لاحظنا بالفرح كملناه بالاستقبالية وفرح الثاني كملناه بالاستقبالية وهذا خطأ علمي إذا كيف نصحه إذا نصحه مع بعض إذا في تقارب الواو كتقارب المرحلتين إلى بعضهم البعض لازمنا في هذه الحالة لازم كل فرع ينتهي بمرحلة الانتظار ما ينتهيش بالاستقبالية كما نعلم انتهينا بمرحلة الانتظار رقمنا 32 وفرع ثانيك انتهينا بمرحلة الانتظار رقمنا 35 ومن بعد هذو مرحلتين يحققهم نفس الشرط يساوي واحد إذا هذا هو تصحيح تعاقب الواو هذه الثلاث أخطاء تلاميذ الأعزاء نتمنى نتمنى ما تغلطوهاش هذا هم الأخطاء الشائ اللي شفتهم في تعاقبات الواو إذا تلاميذ الأعزاء درسنا اليوم هو متمن تعاقب المتزامن أو ما يسمى بتعاقب الواو بالتفصيل مومل إن شاء الله تلاميذ الأعزاء أذكركم بسلسلة دروس خاصة بالمتمنى في حصة الماضية أكملنا متمنى تعاقب المتناوب اليوم سوف نقوم الحصة 50 وحيبقونا ثلاث حصص بإذن الله ربي قدرناه كمنهم في أقرب ووقت فاصل ثم نواصل شوبي بازينا ركزوا مع يمليح كما كم تلاحظوا هنا يعطيتكم مثال واحد ومثال اثنين مثال واحد ونفسه مثال رقم اثنين في المناولة هيكلية ونفسه في الجدول الاختيارات ما هو فرق ما بين مثال الأول ومثال الثنين هو في دفتر الشرط أقرأوا دفتر الشرطة المثال الأول وقرأوا دفتر الشرطة المثال الثاني تلقوا اختلافات مثلا في المثال أول قالك شغلة ملأ والغلق يتم ملأ عن طريق كهراء وصممين أو في واحد أو في ثنين حيث يفتح أو في واحد لمدة ثواني ثم معناتها مرحلة متسلسة إذن هذا تعقب واحد حد الآن ثم يفتح أو في ثنين لمدة ثواني معناتها مزال تعقب واحد بعدها معناتها مزال تعقب واحد بعدها تتمي عملية الغلق وذلك بتقديم السدادة عن طريق رافعة بي بعدها تنزل رافعة لتمسك السدادة وعند الضغط على A1 تعوداني رافعتين في آن واحد هنا معناتها فعلين في آن واحد معناتها مزال تعقب واحد وعند الضغط على A0 وB0 يتم مغلق عن طريق رافعة A وعند الضغط على A2 تعود رافعة وتنتهي الأشغلة إذن بعد ما قرأت وتفتر الشرطانين واش لاحظت راح يكون عندي تعقب واحد أما الأشغلة نجمع ركز معي منها وشي يقالكم تحتوي هذه الأشغلة على عمليتين متزامينتين في آن واحد العملية الأولى بداية يذكر لك المراحل المتسلسلة وعاملية الثانية بداية يذكر لك المراحل المتسلسلة إذا التنوش هو تعقب واحد البنية متزامنة بعد تفهم من الاحتلامي ذي الأعزاء سوف نضعكم سيميلاصيو ونخدمكم متمنتع مثل الأول ومن بعدها نضع سيميلاصيو على النظام الثاني ونخدم المتمن ثاني ونشوف الفرق ما بين الأفعال المتزامنة والبنيات المتزامنة لازم ننحو هذه الاشكالية كيقولك دوران محرك وسخور واستقارا في آن واحد ما عندما يقصد فعالين في آن واحد وكذا يكون البنية متزامنة كيقولك فرعيني في آن واحد وكل فرع يعطى لك أفعال المتسلسلة ومراحل متسلسلة ولاك يقول لك عمليتين في آن واحد كل عملية يعطى لك المراحل متسلسلة ويقولك تعقباني في آن واحد وكل تعقاب يعطي لك مراحل متسلسلة تلاميذ الأعزاء مطلوب منكم إيقاف الفيديو من بعدها أقرأوا لدفتر الشروط الأول وارسموا لي متمنتع مثال رقم واحد وزيدوا أقرأوا لدفتر الشروط وارسموا لي متمنتع مثال اثنين وما تنسوش إذن شغلة ملء والغلق رقمها 31 وإذن تشغيل آل وموسط تشغيل X104 أو X105 إذن أول مرة تلاحظوا بأن شغلة رقمتها واحد كذلك هذه حاجة عادية ما تقلقوا منها هذه مجرد ترقيمة إذن نظام أليه لا يحتوي على شغلات كثيرة هذه التلاميذ الأعزاء نبدأ مثال واحد إذن نبدأ سيميلاسيو إذن أولا يتم ملء عن طرق كهر وصمم من OV-1 أو OV-2 حيث يفتح OV-1 لمدة ثلاث ثواني إذن الفعل هو ك-OV-1 مع زمن تأجيل بعد كي ينتهي الزمن تأجيل ثم مع أنت مرحلة مولية يفتح OV-2 لثلاث ثواني معنى توكين فعلين مع بعض ك-OV-2 لزمن تأجيل ثلاث ثوان بعدها مع أنتها مرحلة لبعدها مع أنت حد الآن تعقب واحد بعدها تأتي معاملية الغلق وذلك بتقديم السدد عن طرق رافعة B مع أنتها DB-Z كي تضغط على B-1 وش يسرى بعدها تنزل رافعة لتمسك السدد مع أنتها دي A-Z إلى غاية الضغط على A-1 بعدها تتعودين رافعتين في آن واحدة وش نجد أن نقوم بتغذية العكسية إذن معنى تهل المرحلة اللي بعدها وش نقوم بـ وعند الضغط على A-2 تعود ورافعة إذن وش قدنا يجب أن تخرج هذه الساقة رافعة تضغط على A-2 حتى تغلق القرورة بهذا الشكل عند الضغط على A2 دور رافعة بها نرجع هذه الحلقة تقضية العكسية A ناقص وعند الضغط على A0 وشي سرى تنتهي الأشغول هذا بالنسبة لدفتر شروط تلميذ الأعزاء حاولوا ترسموه وقفوا الفيديو ورسموه المتمن وبعدها صحوا المتمن تاكم تلميذ الأعزاء بعدما كملتم المحاولة شوفوا كيف حرجت المتمن أحرج بهذا الشكل إذن وشي الحاجة جديدة هنا في هذا المتمن كان حاجة جديدة أشغوله هذه وشرق متاحه 31 عادي قاعدة تلقى أشغولها رقمها 30, 31, 35 إذا كانت أشغولها 31 هل تولي 31 تولي 310 عادي ما كان حتى مشكل إذن تلميذ الأعزاء إذن نزيد ديرو سيميناصر ولم تمنى هذا نشوف خدمتنا صحة أو لا إذن في الحالة ابتدائية تكون مرحلة هذه المنشطة من بعدها تلميذ الأعزاء عندها تشغيل أشغولها 31 تولي X31 وإذن تشغيل آلي مثلا X107 X811 وشفيها كاو V1 لمدة تأجيل T1 إذن تبدأ عملية ملء المكيان نهاية في الثواني تنشط مرحلة 312 فيها كاو V2 و T2 وتغلق أو V1 تتمي عملية الملء القارعة نهاية زمن تأجيل T2 تنشط 313 فيها دي بي زايد تقدم سدادة عندها الضغط على B1 تنشط 314 تخلص ساقة رفعة A لمسك السدادة عندها الضغط على A1 تنشط 315 تعود رفعتين في أنين 1 عندها تحقق شرط A1 B1 تنشط 316 D A0 تغلق القارورة عندها الضغط على A2 ترجع D A ناقص تغذية العكسية عندها الضغط على A0 تنتهي الأشغولة 31 تنشط مرحلة الإتظارة ثمية وثمانتاش تعطي الجواب وبالتالي تخمل أشغولة 31 تنشط مرحلة ثمية وعشر هذا ما معناتها؟ كيفية لك دفتر شروط هذه هي تعاقب واحد إذن ما معناتها؟ كيفية كلمة يعوداني في آن واحد من هذه في آن واحد ما معناتها؟ معناتها D A-D B ناقص في آن واحد معناتها أفعال متزامنة في آن واحد معناتها ما كاش بنية متزامنة باش تنشو تنشو بتعاقب واو إذن لنروحوا المثال الثاني إذhn التلاميذ الأعزاب نافهم ونرد فرق ما بين أفعال في آن واحد وتعاقب واو إذن هارواحون يزيدون ديرو السيميلاسيو لتركيب هذا ونشوفه دفتر الشروط إذن بعد ما قرأتوا دفتر الشروط نظام أليك فهي يمشي ركزوا معي مليح رح نبدأ لكم السيميلاسيو من بعدها ناصموا المتمن ماذا لاحظتم؟ لاحظتم أن العملية الأولى تشتغل مع عملية ثانية في آن واحد مع أنتها يخدموا في آن واحد إذن هيا تلاميذ الأعزاء هذا النظام نعود ونخدمه نخدمه نخدمه لغراف ستاو بعد ما نخدمه لغراف ستاو نعود ونزيد الديرو السيميلاسيو ونشوفه خدمتها صحيحة ولا لا لا وبإذن الله كل شاح يولي بس بوسا هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ بهذا إذن تلاميذ الأعزاء لكي نصم هذا المتمن أول حاجة لازم نحضر مناولة هيكلية إذن هذه المناولة هيكلية لجزء من نظام آلي هذا الجزء يسمى بأشغلاء هذه الأشغلاء اسمها ملأة وغلق رورات لعصير قدسة ولنا إن شاء الله تكون قدسة لنا هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ نصم المتمن لكي نصم المتمن أولا إحضار متمن تسيق الأشغلات وبحث عن هذه الأشغلاء اللي اسمها ملأ والغلق إذن ترقيمها 31 إذن في هذه الحالة وش نرسمه؟ نرسمه مربع مزدوج يحتوي على خطين متوزين نكتبه رقم 31 من بعدها تلاميذ الأعزاء نرسمه مرحلة ابتدائية بما أنه أشغلها 31 31 يزيدها سيغلتها 310 إذا مرحلة ابتدائية ترقيمه يصبح 310 ومع نورمال هذه مجرد أرقام فقط من بعدها تلاميذ الأعزاء نبحث عن هذه الاستقبالية هذه الاستقبالية شرطة الأول هو نيداء هذا نيداء على شكل إشارة إشارة وشية إكس واحد وثلاثين أما إشارة الثانية تأتي من متمن قيادة والتهيئة نبحث عن تشغيل اللي رقمها 104 ونبحث عن مواصلة تشغيل حتى نهاية دورة أو طلب توقف نهاية دورة لـ X105 ونكتبه تساوي X31 في إما X104 زياد X105 من بعد تلاميذ الأعزاء بعدما كملنا هذه الخطوات نبدأ ونرسمه إذا ما قلنا هنا يا شغولة الملء والغلق تحتوي هذه الأشغولة على عملية متزامنتين في آن واحد العملية الأولى هي عملية الملء والعملية الثانية هي عملية الغلق وكما كنت لاحظوا عملية الملء وعملة الغلق عملية متزامنتين في آن واحد إذا هذا تعاقب وشه هو تعاقب متزامن أو تعاقب الواو إذا في هذه الحالة وش نديره نكتبه كلمة مفتحين نكتبه تعاقب الواو تعاقب الواو كم يحتوي على حرف الواو يحتوي على حرفين إذا وش نرسم خطين متوازين بهذا الشكل خط الأول وخط الثاني وكما قلنا تعاقب الواو لازم يحققه نفس الشر وكل تعاقب بش يبدأ يبدأ بمرحلة مباشرة ما يبدأش بالاستقبالية إذا هنا نديره خط مباشرة وهنا ندير خطة مباشرة فرع الأول وفرع الثاني هذه العملية عملية المل وهذه عملية الغلط بعد تلميذ الأعزاء نبدأ ونبدأ بعملية المل إذن عملية المل يتم المل عن طريق كهر وصممين OV1 OV2 حيث يفتح OV1 لمدة ثلاث ثواني إذن أول مرحلة اللي هي ثمية وحداش فيها فعلين وش هم فعلين؟ الفعل الأول ما هو هو OV1 والفعل الثاني ثلاث ثواني إذن تلميذ الأعزاء OF1 يتحكم فيه KV1 ليسcraft Logan 4 havch2 هنا gan هذا نحن موجودين في منفيذات المرده الصدير إذن السفعل للأول هو KV1 ومدة فجارة هي T1 وم escr ويقلق OV1 عند نهاية الزمن تأتي T1 T1 slash lemon X 611 slash قده يسوي يسوي ثلث ثواني إذن تلميذ الأعزاء بعدما كمنات 311 311 وشي هو الفعل تحها كOV1 لمدة زمن تأتي T1 لنرسي من الأصيح هنا ونشوف ونشاهد يصر هنا يفتح OV1 لمدة ثلث ثواني هذا الشر بعد تلميذ الأعزاء ما زلنا ما كمنات تأتيها قبل أول وش قالنا هناك قالنا ثم معتكينا مرحلة بعدية هذه المرحلة وما الذي يحدث فيها يفتح OV2 لمدة ثلث ثواني إذن هنا وش نزيدو نرسمو مرحلة ثلث ثلث ثواني فيها فعلين الفعل الأول هو كOV2 والفعل الثاني هو زمن تأجيل T2 إذن وش نكتب في هذه الحالة نكتب الإستقبالية الإستقبالية وش هي هي تثلث ثلث ثلاث المرحلة X 312 كم زمن تأجيل يسوي ثلث ثواني بعدها نشوف تلميذ الأعزاء وش يصرح هنا يفتح OV2 بهذا الشكل يفتح لي مدة ثلث ثلث ثواني ثلث ثواني كافية الملأ قرأ بعدها وش قلنا في الفرع الأول في العملية وبعدها تنتهي العملية إذن هنا كملت العملية وهنا وش راكم تلاحظو كم نسب الإستقبالية وش لازم نزيدو نزيدو مرحلة الانتظاء ونسميها الثلث ثلث ثلث وعرفناها في بنية المتزم وش قلنا كل فرع لازم ينتهي بمرحلة الانتظاء هنا تلميذ الأعزاء كملنا عملية الملأ هذر راكم نروحوا للعملية الثانية وهي عملية الغلق راكموا معي مني عملية الغلق أول شيء يقالكم يتم تقديم السدد عن طريق رفع B إذن في مرحلة ثمية وربعتاش بما أنه ثمية وثلث سأتجل ثمية وربعتاش إذن في مرحلة ثمية وربعتاش يتم تقديم السدد عن طريق رفع B نحوص على رفع B كما تلاحظون رفع B ثنائية الاستقرام كتبت تخرجها DBZ كنت تريد دخلها دي بي ناقص. سأخذ الساقة رفعة بي لكي أقدم السدد. إذا نفعل ما هو دي بي زايد. بعدها نضع الاستقبلية. نهاية خروج الساقة رفعة بي. كنت أريد أن نهاية خروج الساقة رفعة بي. اليوم ملتق نهاية المشوار بي واحد. أرواح نضع استيميلاسيو. دي بي زايد. بعدها تقدم السدد أمام رفعة بي واحد. وعند ضغط على بي واحد. انتهاء عملية خروج رفعة بي. من بعد تلميذ الأعزم نكمل. وما قلنا هنا في عملية الغلق. بعدها مع أنتها فصل. مع أنتها تجي مرحلة مولية. هذه المرحلة مولية وش هي الأفعال موجودة فيها. تنزل رفعة لتمسك السدد. إذا ونش نديره هنا نرش 815. شكون هي رافعة لتنزل هي رافعة A. وكما تشوفوا رافعة A هي ثونية إية الاستقرار. كتحب تخرجها تغذليها دي A زايد. كتحب دخلها دي A ناقص. أنا نحاب أخرج ساقة رافعة A. إذا وش هي الفعل اللي ودي A زايد. بعدها وقتها توصلت السدد إلى غاية الضغط على ملتقط A. ما معنى توصل للسدد. وما معنى توصل للسدد. وما معنى توصل للقاروة. إذا هنا ملتقط رشو A. بعدها تلميذ الأعزم نرشي ملتقطة A. وما سيحدث لها؟ تخرج بهذا الشكل. كتحب تضغط على A. بعدها نرجع دفتر الشرط. وعند الضغط على A. كما نتظركم عند الضغط على A. لديه قاعداني رافعاتين في A. محلاؤا أنا محل. إذا في المرحلة الثلاثلين بأنين كانت incredibly important. الفعل الأول. لدينا نتقذيه القاعدة للعكسية إلى A ناقص وعندها بأنين نرجعها. وعندها نرجعها. فعل الثاني تقضيه القاعدة للعكسية إلى A ناقص إذا هنا نرسم الفعل الأول لكا ناقص وفعل الثاني di A ناقص. مبعده يوجد ترجعك أملكتاً إلى A. إذا هنا ما نرسم استقبليه وإذا pit семь أين نعطلها. أرواح ندير السيميلاسيو كما تلاحظوا راجعوا مع بعض سيكون يبقى نهاية الرجوع B0 و A0 بعد تلميذي الأعزاء وشقنا وعند الضغط على A0 و B0 بعدها مع أن تكينا مرحلة بعدية هذه المرحلة بعدية وشي هو يتم غلق عن طريق رافعة A إذا مش نرصبه مرحلة 217 وشي هو الفعل D A زين وكتى تتم عملية الغلق إلى غاية الضغط على A2 إذا مش نكتبه هنا ملتقط A2 بعدها ندير السيميلاسيو إذا خروج رافعة D A إلى غاية الغلق القارو وشي يبقى نهاية الضغط على A2 وعند الضغط على A2 كما تلاحظوا أخر حاجة في العملية الغلق تعود الرافعة وتنتهي العملية إذا ما تعد الرافعة وشي يجب أن نديرها التقضية العكسية D A ناقص إذا في المرحلة 2018 نكتبه D A ناقص وشي يبقى نهاية الضغط على A0 إذا استقبل هنا وشي هي A0 أرواح ندير السيميلاسيو إذا ما شاءكم تلاحظوا هنا ضغطة على A0 ومبعدها تلميذ الأعزاء وشي قالكم تنتهي العملية كمنى عملية الغلق بما أنه عندي تعاقب ولازم كل فرع ينتهي بمرحلة الانتظار إذا هنا ندير مرحلة الانتظار ونسميها 313 ومبعدها وش ندير خطين متوازين وندير تقارب وبهذا أشاك ومبعدها تلميذ الأعزاء وش ندير شرط المشترك وش يساوي يساوي واحد منطقي نقدر نعوضه بـ T2 في A0 من أحسن طريقة بدون فلسفة نكتبو تساوي واحد ومبعدها تلميذ الأعزاء هنا كمننا أشغالة رقم 31 كل أشغالة تنتهي بمرحلة الانتظار بما أنه هذه الـ 119 مرحلة الانتظار 320 مرحلة الانتظار تعطي جواب على شكل إشارة هذه الإشارة تساوي X320 ومبعدها مرحلة الانتظار تنتهي باستقبالية بما أنه هذه استقبالتها X320 هذه تكون X320 معانتها غياب نداء أشغالة 31 ومالازم كل أشغالات تكون حلقية بهذا الشكل نرجع لحالة الابتدائية وندير سهم التوجيه وهنا تلميذ الأعزاء كمننا متمن تعاقب الواو لنظام آلي متزامن من بعدها رحو ندير السيمين وشف خطب النصيحة ولا إذن في المرحلة يبدأ 310 وعشرة مننشطة كيف تنشط 31 أحي تنشط 311 و314 في آل واحد بهذا الشكل كما كنت لعظوا تلميذ الأعزاء انتهت عملية الملء وعلى هذه نشطة مرحلة للانتظام عملية الملء تنتظر في عملية الغلق يطور 8 320 بعدها تنشط 316 316 بعدها 317 دي أزايد بعدها 318 دي أزايد أو بعدها تنشط مرحلة للانتظام بما أن 313 و319 و319 ما الذي يحدث تنشط 320 وتقامل في آنين واحد 320 تعطي الجواب وبالتالي تقوم الأشغال واحد وترجع هذه الحلاء الابتدائية بهذا الشكل يعني خدمت تعناراهي صحيحة إن شاء الله تكونوا فهمتوا كل شيء وفرقتوا ما بين تعاقب متزامن وأفعال في آنين واحد تنشط هذه الأعزاب نزيد ونفهم ملاح 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 تجد شكل 3 وشكل 4 متشابهين من مختلفين فواش في دفتر الشروط إذن كما تلاحظوا هذا الشكل 3 هذا هو دفتر الشروط هذا نظام مل أكياس بالمدى A ومدى B وهذا شكل 4 كما تلاحظوا وش الفرق ما بين بناتهم الفرق في دفتر الشروط وتغييرات خفيفة في جدول الاختيارات التكنولوجيا إذن مطلوب منكم مطلوب منكم أقرأوا للشكل 3 ورسموا لي المتمن ومبعد الأعيز نبدأه بشكل رقم 3 إذن شكل رقم 3 أعطالي دفتر الشروط والجدول الاختيارات التكنولوجيا كيل والمزج رقم الأشغولة واحد وفي المتمن تنسيق الأشغولات تشغيل آلي وموسط تشغيل آلي رقم X107 X108 إذن نبدأ نرسمو تلاميذ الأعيز إذن أول حاجة قبل دفتر الشروط نرسمو مربع يحتوي على خطين متوازين ورقم الأشغولات كيل والمزج هي رقم 1 بعدها نرسمو مرحلة ابتدائية بما أن هذه أشغولة 1 مرحلة ابتدائية 10 نجيب لها استقبل الاتحاة استقبل الاتحاة تكون على شكل نداء نداء على شكل إشارة X1 والشرط الثاني نذهب لتشغيل آلي مواصلة تشغيل آلي X107 مواصلة تشغيل X107 أو X108 بعدها تنميذ الإعزاء بعدما كملنا هذا سنقرأ دفتر الشروط ونفصلهم بحضور الفصل والوصل إذا ما قالنا قلنا أشغولة المزج تتم معاملة تلك عن طريق ضخل مادتين A وB في آن واحد بواسطة محركين آم واحد وآم ثنين لملء خزانين إلى غاية الالتقاط المستوى المادتين عن طريق الملتقط آن واحد وآن ثنين إذن هنا يجمع عندي فعلين في آن واحد مش يتعاقب وهنا فعلين في آن واحد فعل أول هو محرك آم واحد وفعل الثان آم ثنين إذن وش نرسم مرحلة 11 وش ندير إذن هذا هو المناولة هيكلية وش قالكم تتيم معاملية الملء خزان الأول وخزان الثنين عن طريق آم واحد وآم ثنين في نفس الوقت إذن هذا الشكل إذن وكل خزان عنده ملتقط إذن آن واحد يبين لنهاية الملء وآن ثنين يبين لنهاية الملء خزان الثاني إذن تلميذ الأعزاء كيف كان فعل كان فعل أول محرك آم أفعال شرطي لنجد محرك آم واحد لنجد فعل شرطي وكآم ثنين فعل شرطي إذن هاي نكمل خدمت تنا إذن ماذا يملأ الخزان الأول وخزان ثاني عند تحقق شرط آن واحد وآن ثنين إذن هنا تلميذ الأعزاء كم من الأول رح نرجع دفتر شهر وشكاكم عند نهاية الكيل مع أنت آن وآن ثنين يفتح صممين أو وآن وآن فعل فعلين في آن واحد يتفرغ مادتين آ وآن في الحوضين لمدة خمس ثواني لمدة خمس ثواني تلميذ أعزاء هنا كم فعل فعل الأول فتح إليكترو فان وفعل الثاني في من نفس الوقت فتح إليكترو فان ثنين لمدة خمس ثواني إذا مرحلة أثنية كيف يكون فيها فعل فتح OV1 في نفس الوقت فتح OV2 ومدة الفتح OV1 وOV2 تقوم خمس ثواني يعني بهذا الشرق إذا مرحلة أثنية كيف يكون فيها OV1 كيف يتحكم فيها جمعة رغز معي آن OV1 كيف يتحكم فيها KOV1 وOV2 كهر الصمم وهذا يستغلق يتحكم فيه OV2 وزمن تأجيل التاحهم يسوي T1 إذا ما نكتبه كOV1 كOV2 وهنا T1 وقتها يغلقوا هذا عند نهاية زمن التأجيل إذا ما نكتبه T1 X12 5 ثواني هنا كماننا مرحلة 12 رحوا لبعدها وبعدها فصل والوصل معناتها فصل معناتها تجي مرحلة 13 وشي يفتح يفتح الحوضين بواسطة رافعتين وشيما رافعتين M والS ويدوروا معهم المحارك المازش M3 حيث تستغرق عملية المزج مدة 25 ثانية إذا هنا كده كين فعل تلميذ كين ربعة الفعل الأول هو رافعة M وفعل الثانية رافعة S والفعل الثالث دواران المحارك M3 وهذا المحارك يجب أن نزمن اللي هو 25 ثانية إذا هنا كين ربعة أفعال في أن واحد بنا فمونا نجيبكم سيمي لاصف إذن هنا تلميذ الأعزاء وش لازمنا لازمنا رافعة M كما كون تلاحظوا رافعة M وش يونه أتحها هي رافعة M وحادية الاستقرار رقزوا مع يملحنا هذا ورقزوا عليهم دي M وش يكتب لي دي M وحادي الاستقرار وش ما تتغذيه تفتح ساقة رفعة تدخل تقطع التغذية تغلق تلقائيا وحالة رافعة M راه يستغتحها خارجها في حال الترح صحيح ورافعة S كذلك وحادية الاستقرار والمحارك دي ما راح يكون أحادي الاستقرار إذا وش راح يصرحنا تفتحوا هذا وفي أنين واحد ويدور المحارك ومدة الدوارة قد تسوي خمسة عشر ثانية رقزوا مع عملية سوف ندخل سيميلاسيون كما كنت لاحظوا فتح الـ M وفتح الـ S ودوارة المحارك وزمن تأجيل يستوي خمسة عشر ثانية إذا كده كان فعل فعل أول دي M خروج دخول ساقة رفعة ما نكتبش دي M ناقص هو اكتبها لدي M نكتب دي M اكتبها لدي M ناقص تكتب دي M والفعل يعني دخول ساقة رفعة دي S نكتبه دي S والفعل الثالث المحارك M3 يكون يتحكم فيه كم 3 والفعل الرابع له زمن تأجيل تي 2 اللي يطالي مؤجلة المز وتي 2 كده يستوي زمن تأجيل تحي 25 ثانية إذا وش هي الاستقبالة هنا وش نكتبه نكتبه M معناتها ملتقطة على M ها يضغط على M في S في ماذا في زمن تأجيل تي 2 لمن هذا زمن تأجيل X13 كده هذا زمن تأجيل 25 ثانية هنا كده كان يستقبلي 1 2 3 بعدها تلميذ الأعزاء وش نرسموه نرسموه مرحلة الانتظار هذه أولا نسميه مرحلة نهاية الأشغالة رقزوا معي في مرحلة الأشغال وش حيصرها رح نقطعوا التغذية على وش ونقطع التغذية على DS ونقطع التغذية على محرك M3 وش حيصرها يتوقفوا وش حيصرها محرك M3 حييتوقف ورافعاتين أحدة الاستقرار كي تقطع لهم التغذية عودوا ويرجعوا حالة طرحات تلقائيا شوفوا ش حيصرها هذا في مرحلة X14 وبعدها هذه X14 تعطي جواب هذا الجواب على شكل إشارة ما هي X14 وبعدها هذه مرحلة الانتظار تنتهي بالاستقبالية بما أن هذه X1 هنا نكتب X1 بار مع نتغياب نداء الأشغالة واحد وبعدها نرجع الحالة الابتدائي بهذا الشكل وندير سهم التوجيه بهذا الشكل هنا تلاميذ الأعزاء كمنا متمن لهذا النظام أليو لدينا تعاقب وحيد رغم أننا لدينا كلمة فئان واحد فئان واحد إذن لازم نفرغ ما بين أشغالتين لازم نفرغ ما بين عملية فئان واحد والأفعال فئان واحد العمليات هي مجموعة من المراحل المتسلسلة كي نمو ملاحظة أخرى تلاميذ الأعزاء وشهية لو كنخليه مرحلة 11 منشطة وش قادر يسرع ممكن ركز معي ممكن قادر يتملأ خزان قبل خزان الأول وكي تبقى مرحلة 11 منشطة مع أنها استمرار التغذية كآم واحد وبالتالي وجمال الذي يحدث ركز معي لنشوف مرحلة 12 وكي يسمى عيب في هذه الحالة وش يقول لك توجد أفعال شرقية إذا لماذا نزيد في هذه الحالة سنزيد فكرة جديدة نزيد شروط الترخيص لازم نخليهم وحارك يمشي يمشي كي يوصل للمستوى معين الخزان يجب أن نقطع له التغذية إذا هذه الطريقة بسيطة جدا وحكيت هكذا منقبل في قواعد التطور إذا لازم ندير فكرة جديدة شرطية وش هي المحرك M1 وش يجب أن يكون يشتغل عندما يكون خزان فارق وعند وصول إلى ملتقط لازم نقطع له التغذية إذا وش ندير شرط ترخيص M1 ونزيد الشرط الترخيص M2 وإذا هذا الشرط ترخيص وش لازم يكون رقز معي M1 إذا تلاميذي الأعزاء رقز معي ملح نحن وش تكتبوا نكتبوا N1 ولا N1 Bars إذا لازم نعرف نقرأ دفتر إذا لازم نفهم ملح إذا وش لازم كي تنشط مرحلة 11 لازم يدور المحرك لازم يكتهي دور المحرك لازم يكون خزان فارق بمجرد أنه ويتم للخزان ويوصل N1 لازم نقطع التغذية على ك M1 إذا وش نقول في هذه الحالة يشتغل المحرك M1 عندما يكون الخزان الفارق وكي نقول كلمة فارق N1 ولا N1 Bars N1 معنطها خزان ممتلئ N1 معنطها خزان فارق إذا وش نكتب N1 بار بنفس الطريقة وش نقول يشتغل المحرك M2 عندما الخزان فارق فقط كون يبين خزان فارق N2 معنطها ممتلئ معنطها ممتلئ فارق إذا نكتب N2 بار وبهتف المتلميذ الأعزان دي رسيمي العصير إذا كنت وسط مرحلة 11 بما أن الخزان الأول فارق معنطها كأم واحدة حي وممشي وبما أن خزان فارق معنطها كأم ثنين يبدو يبدو يتبنو بهذا شكل ركز معي مليح هنا تبلغ الخزان الأول وماذا N2 ماذا يساوي يساوي 1 معنطها A2 يساوي يساوي 0 كتولي A2 0 معنطها تقطع تغذية على كأم 2 فهي توقف المحرك M2 أما المحرك الثاني ما زال متوقف لماذا كما تلاحظون N1 يساوي يساوي 0 معنطها N1 يساوي يساوي 1 معنطها شرط محاقة معنطها M1 تعمل إلى غاية ملء الخزان بهذا الشكل إذن N1 يساوي 1 إذن N1 يساوي يساوي 0 وبالتالي قطع التغذية على كأم 1 وبالتالي N1 يساوي 1 و N2 يساوي 1 تنشط محل 12 وتنتهي مرحل 11 تناميذي الأعيزة كمنا الشكل رقم 3 ونروح للشكل الأخير اللي هو رقم 4 إذن هاينا نبدأ نرسموها بعض إذن أول حاجة نرسمو متمنع شكل 4 رحو شغول ثلاث المزج رقم 1 إذا نرسمو شغول خطين متوزيين ونكتب 1 وبعد نرسمو مرحلة 10 هذه مرحلة ابتدائية عندها استقبالية استقبالية تكون من نيداء على شكل إشارة وشية إشارة X1 ونيداء الثاني عن طريق ماذا عن طريق تشغيل L X107 ومواصلة تشغيل X108 نكتب مع بعض X107 Z أو X108 بعدها نبدأ نقرأ دفتر الشروط وشغلة الكيل والمل في البداية تبدأ عمليتها الكيل المادة في آن واحد حيث كيل مادة A وعطال كيل مادة B كيل مادة A هي مجموعة من مراحل متسلسلة وكيل مادة B هي مجموعة من مراحل متسلسلة إذن تعاقب واو إذن هنا بنية متزامنة إذن كلمة مفتاحية هذا يسمى تعاقب واو إذن وبما أن كلمة واو فيها حرفين واو متوازين بهذا شاك هذا تفرع واو قد تفرع في تفرعين لأن العملية الأولى هي كيل A وعلى العملية الثانية كيل B إذن هنا العملية الأولى وهنا العملية الثانية من بعد التلاميذ الأعزاء نبدأ بالكيل مادة A نبدأ بالعملية الأولى تتم عن طريق ضخل مادة A بواسطة محرك M1 لملء الخزان الأول إلى غاية الالتقاط مستوع عن طريق ملتقط N1 إذا هنا في المرحلة 1 كان فعل 1 وش هو KM1 وقتها يتوقف المحرك M1 عند ملء الخزان يبين N1 هنا كملنا الأولى بعدها فصل مرحلة 1 مرحلة يصرف يفتح كهر الصمام OV1 لمدة 5 ثوانية لتفرق المادة في الحوض إذا هنا كان فعل كان فعلين الفعل الأول هو KOV1 والفعل الثاني زمن GT1 يساوي 5 ثوانية إذا نكتب T1 من X12 5 ثوانية بعد تلميذ الأعزان كملنا كيل مادة A لن يجب نخلص مرحلة الانتظار 113 هنا كملنا العملية الأولى وإنه سوف ذرك العملية الثانية العملية الثانية كيل مادة B إذا تتم عن طريق دخل مادة B بواسط المحرك M2 لملء الخزان الثاني إلى غاية التقاط المستوى عن طريق ملتقط N2 إذا مرحلة 14 سيكون KM2 متى تنتهي عند ملء الخزان يبين N2 بعد تلميذ الآزة مرحلة 15 مرحلة 15 يفتح كهرو صمم OV2 لمدة 5 ثوانية لتفرغ المادة في الحور مرحلة 15 KV2 مرحلة T2 و T2 أعطي 5 ثوانية إذا تلميذ T2 slash X 15 5 ثوانية هنا تلميذ الأعزاء كملنا كيل المادة B إذا نكمل بمرحلة الانتظاه 16 و هنا من بعد نغلق تعاقب الواو بهذا الشكل و نضيف الشرط المشترك بهذا الشكل و نكتب هنا تساوي 1 بعد تلميذ الأعزاء عند نهاية عملتي الكيل بعد تعاقب الواو يفتح حاجزين و تفرق المادة عن طريق رافعة M S و و معنى كين فعل ثالث وتمزج عن طريق المحرك M ثلاثة حيث تستغرق عملية المزج مدة 25 ثانية إذا كين ربع أفعال في آنين و واحد هذو أربع أفعال المحرك و مؤجلة المسجد تلاثة إذا في المرحلة أفعال دخول ساقة رافعة M و دخول ساقة رافعة S و دواران محرك M ثلاثة لمدة تأجيل T ثلاثة 25 ثانية إذا هنو تستغرر استقبالية مرتقة رافعة M و مرتقة رافعة S و زمن تأجيل وهنا تنميذي الأعزاء تنتهي الأشغلة وكل الأشغلة تنتهي مرحلة الانتظار هذه مرحلة 18 تمتجواب على شكل إشارة X 18 وهذه مرحلة تنتهي بالإستقبالية X 1 بار مع تغيية من داء الأشغلة 1 و لازم نرجع الحالة الابتدائي بهذا الشكل و ندير سهم التوجيه وهنا تلاميذ الأعزاء كمنا متمن تعاقب الواو لهذا النظام شكل 4 شكل 3 كان تعاقب و و شكل 4 كان تعاقب الواو و شفنا الفرق في دفتر شورت كيف يكون دفتر شورت يكون تعاقب واحد و يكون أفعال متزامن في الواحد و كيف يكون دفتر شورت يكون تعاقب الواو وهنا تناميذ الأعزاء وصلنا نهاية الحصة ومبقى سلام